كنا نتمنى الليلة الهناتي عشان نسمع عليكم لكن يوم تاني ان شاء الله بإذن الله ودائرة بعدين يجي اسمع النابة خطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله يسمعيله قبة هناك ما بعرفه في اللبيض اللوين شفت كلام ده كيف؟ للأسف الشديد نفس المنهج بتاع القساوس جيب سكو قفران عشان ندخي لك الجنة أدفع قروش نفس الفهم تمشي تشتري الحجاب تشتري المحايات وتزال الشيخ يبارك لك فيها وبيتفه ولا بزاغ ولا أي كلام فاضي عشان شنو عشان تعمله كده وقبل فترة بسيطة مشينا رحلة قافلة دعاوية كده صغيرونا بس ليس النار أول ما دخلنا مدينة السنار الناس اللي استقبلونا هناك واشتغلنا في جامعة السنار قالوا لنا في قبة بيجاي بتاعت واحد من الأولياء ده بمشي لكل المعلمين ونحن شنو المعلمين قالوا لنا المعلمين والأساتذة جامعات مدارس غيرها بيمشي لأولي ده عشان شنو يسألوه البركة وبيشتروا الموية يموا قدامه هناك موية وسخانة معفنة بيشتروها عشان يتبركوا بيها وبعضهم وصلبيه الجهل لأنه يتبركوا بالترابة نحول لشنو نحول القبة والله العظيم وانا كان ما قالوا ليه كلام ده ناس البلد ذاته الله يكاد لا يصدق يعني الحياة دي بنشوفها وازمة الصور فاكرين ناقا زمان لكن ما زالت هذه الأفكار وهذه الصناع لا يوم الليلة يا جماعة أسازة إذا كان دعا مستوى المعلمين والمدرسين أستاذ جامع برفو اللي غيره يمشي تبرك ليه بيترابة ها باقي لك تاني البلد دي لنا في حفاش ده المربي ما بالك باشنو بل بيربوه حيكون حاله كيف فدي حاجة بيقض فضيعة جدا تمام مش هنا بدل ما ندعو الناس لقينا الطلاب هنا خشينا المسجد لقينا المسجد الصف ما تعمل صف واحد ما تعمل صلاة الظهر قاعدين قريب الساعة ما في دخلوا الصلوا كلهم مفوتوا العشرين تلاتين نفر بدل ما نجي ندعو الناس للأمور دي من الإسلام وننبههم على همية الصلاة بقلنا نقول للناس يا ناس أدعوا الله وخلوا الله أوليها يا ناس الميتة في القبر ده ما يفعكم أدعو الله بلو وللأسف الشديد الناس ما عاجبون الكلام كيف تجي انت تقول لنا نحن ما نتوسل بأبونا الشيخ ما راضين ليه لأنه محتقدين فيه النفع ومحتقدين فيه الضرو دي عغاية قاعدة معاك هنا دتك المسال على سنار ونمية الجزيرة كل جزيرة إلاها من رحمة ربي أهالية كده للأسف والله أنا متربي تربية صوفية وعارف الكلام ده كويس وأي زول من منطقة الجزيرة بكون عارف الكلام ده عارف إنه يكاد أغلب سكان الجزيرة عندهم معياد ومواسم يمشي يزوروا القباب والأضرح يتبركوا بيها من شنو يتبركوا بيها ويسألوها النفع والضر ودفع الضر ده حال ده واقع بتاع مسلمين وهذا الإفراس حيأدي بكل تأكيد زي ما في فرنسا ويصل الحال بين النصارى بينهم يكرهوا هذه الأمور ويكرهوا الكريس ويكرهوا الدين حيصل الحال كذلك بين المسلمين بعد ما يعرفوا إنه ده اللي بيفعوا ولا بضروا قد نصل للحالة بتاعتهم دي نكره الإسلام يا أخي نحنا نجعل ديننا كله معلق بين ناس ميتين زول مات صالح ما صالح كده خلي يشيلوا يغسلوا يقلبوا بيجايوا بيجايوا ونظفوا وبعشيوا يلفلفوا لك بيدلقان يكفنوه ويشيلوا بالبوكسي بالعافي يشيلوا شيل يخدوا جوا قبر ابن فوق له قبه وجي يقول له يا الشيخ تفزعنا ويا الشيخ تلحقنا ده حالة عليك الله اسدعى أقول كيف تمام فده حاجة قاعد عندك في بلدك هنا حيصل الحال بعد ما يجو يدعو الميت وما ينفعهم وما يضرهم إنه يكرهوا الدين هيكرهوا شنو هيكرهوا الشيخ هيكرهوا الإسلام لأنه مفتكرين إنه ده الإسلام كده فقد تصل الدرجة نفسي ما وصلت في فرنسا هناك وفي غيري من البلدان لأنه الناس تكره الدين عرفتها؟ ده كل شنو من هنا بعد ده تصهر المفاهيم العلمانية من هنا بعد ده الناس تبدأ تكره الدين وبتبدأ تصهر المفاهيم بتاعت فصل الدين عن الدولة عشان كده لا بد تتحارب الأفكار دي لا بدها طيب نرجع لموضوعنا العلمانية فصارت كذلك العلمانية بدأت تخرج مفرزات والناس دي خلاص فصلت من الدين يبقى أول حاجة دعت ليها العلمانية معنا فصلت الناس من الدين الدين شنو بدل الدين ده يعيشوا علو أول ما دعت له العلمانية الحريات فتحت للناس الباب بتاع الحريات في كل شي ويتأثر بالمناهي دي لهم الليلة حتى شباب المسلمين حرية في كل حي يعني ما تقيدك حكام شرعية وشوف أنا أريدك معلومة لأنه الآن في ناس متأثرين بالعلمانية عارف كيف لما تجي مثلاً تقول لي زول تجي مثلاً تلقلك زول تنصح وتقول له والله يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أمر باللحية دي من مفرزات العلمانية كيف لأنه الناس بقدر تتحرر من مفاهيم الحلال والحرام ودائر تمسك في شنو في حرية يا خنا من حرتي أعفية ما أعفية ما عندك شغلة النبي قال لك أعفية ونهائك عن أنك تحلقة الناس بقدر تتحرر من المفاهيم دي طيب الكلام ده نحن في الإسلام بنعالجه كيف بنبين للناس إنه يا مسلم الإسلام ما فيه فصل للدين عن الدولة كيف يا مولانا؟ أي حاجة يا جماعة عادة ولا عبادة ولا غيره ما بتخرج من خمسة أحكام في الإسلام عشان ما تقول لي بعدين ما أي حاجة حلال وحرام لا أي حاجة حلال وحرام ومعا تاني ثلاثة حاجات كمان أي حاجة يا مسلم قد عرض لك في حياتك الدنيوية واحد من خمسة أحكام ما تطلع منها يا إما الأمر ده واجب عليك تعمله زي الصلاة الصيام الزكاة غيره يا إما هذا الأمر سنة أو مستحب في إنك تعفعله إن فعلت لك الأجر إن ما فعلت لك عليك وزر تمام؟ زي النوافل زي الاستغفار الأسكار زي الدعوة زي غير الأمور الأخرى دي كلها من المستحبات شنو؟ في الإسلام يا إما هذا الأمر اللي أنت بتعمله أيا كان يكون جائز جائز يعني من الأصل في العادات وفي الأشياء اللي باحة النوم اللكي للشراب دي جائزة يا إما يكون هذا الأمر مكروه كيف؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أو ربنا تبارك وتعالى كره لك هذا الأمر والمكروهات كثيرة جدا مبينة في السنة وفي القرآن أو يكون هذا الأمر حرام عرفته؟ يعني أنت يا مسلم شمام ودي قاعدة والله بتريحك في الدنيا دي راحة لو دار تبقى مسلم بجد ودي عيش على الكتاب والسنة هدي الخمسة أحكام دي قدامك أي حاجة قابلك وتواجهك ما بتطلع من الخمسي لو في زول عنده فهم تاني غير كده بعدين ممكن يجي داخلنا وهذا المنبر يا شباب ليكم منتو منكم وليكم المنبر دا ما حقنا نحن كاد بينا التوحيد والسنة يزيم لا أنصار سنة لا أنصار مهدي لا كيزان لا شعب لا غير وتابعي لي جماعة بس شباب معاكم في الجامعة وآخرون من بر الجامعة جاي ننبهوكم الصح كده الغلط كده قال الله قال الرسول والسلام عليكم ما في أي حاجة لا عندنا ناستمارة لا غيره كان في زول مدعش فينا والله يمشي ساي ما عندنا أي حاجة بس دعوة ساي كده قال الله قال الرسول وماشي نزال أنا شغال ذاتي بيجاي مستعي تمام يبقى الحاجة الدارينا بينا إنه طلع تليم المعلومة دي بترتاح العلمانية تاني بتدخل لك في راسه كيف إنه أي حاجة يا مسلم في حياتك بتطلع من الخمسة أحكام طيب أنا الخمسة أحكام دي أجيبه من وين أرجع لك كتاب أرجع لسنة تمام أي أمر يواجهك في حياتك ما بيطلع يا إما هذا الأمر يواجب يا مستحب يا جايز يا مكروه يا حرم ما بتطلع من كده تهى الموضوع طيب فقلنا أولى المفرزات بتاعة العلمانية عشان نفتح الفرصة إن شاء الله للمتحدثين من بعدنا ألا وهي إخراجات شنو الحريات الحريات تعرف أن أختصرها لك يهو جنس الحاصل في الجامعة دي كيف يا مولانا البنات ما شاد كاسياد عاريات الشباب إلا من رحم الله دياثة وقلة أدب وتضيع للزمن شباب يرسلوا مهالهم من بيوتهم عشان يجوا الجامعة يقلوا يعدوا جامعة كلها خلص في البنات وانتهاك في الحرمات ونساد ما أمر بها ربنا تبارك وتعالى بأنها نعنى النبي عليه الصلاة والسلام تلقى يتنين متلمين ما خلوا نجيه لنا في الجامعة ما قطعها يا ناس إنتوا الحاصل شنو إنتوا في شنو كده الناس اللي يخلطوا المعدينها في الجامعات خلط ومعدينها في الجامعات ونساد مع البنات وما خل لبت ناس اللي وقعد معاها وقد تصل الدرجة لإنه ينتهك حرماتها وأنا أتكلم ساي أنا قاعد في جامعة دي خمسة سنة وتخرجت السنة الفاتحة دي والله البلاو استمعناه في الجامعة دي ممكن أن تكون عارف أنا بعرف أحد مساعدين تدرس في الجامعة دي بدون ذكر اسمها قال لي إنه في واحد من المحاضرات والمتابعات مع الدفعة بتاعة مكانيكا بدون تسمية قال لقينا شاب قاعد مع واحدي قاعدة كده مخلة قلت له مخلة كيف يا استاذ قال ليه خليها بشرح لك قلت له في المحاضرة قال ليه في المحاضرة عملت شنو؟ قال ليه سقنا الودة دي والمكتب الحاصل شنو؟ الحاصل شنو؟ الولد ده بيقى يبكي يا زو المالك؟ قال والله أنا واقع في مشكلة في شنو؟ طلعت جزلان بتاعه أداه للأستاذ فتح الجزلان اللي قافيه أكتر من عشرين ورقة مشروطة من الكراس صاي؟ الورقة دي فيها أكتر من عشرين قسيمة بتاع الزواج عرفي هنا في الجامعة دي معاك وأنا ما بكذب عليك والهذا الكلام على ضمانة الأستاذ قال ليه كده أكتر من عشرين ورقة قال ليه أكتر من عشرين ورقة زواج عرفي يجيبوا نفرين من بجاية تلقهم شيوعيين ولا علمانيين ولا يتنين وصخانين يقيبوهم يقعدوهم يمشي بعد دقات عرفي والله العظيم للدرجة دي والآن نسبة الزواج العرفي في الجامعات المصرية حصلت اتنين وستين في المئة أدخل هناك في المواقع بتاعت التربية اتنين وستين في المئة من الجامعات المالصرية تصل فيها درجة الزواج العرفي للنسبة الكبيرة دي يعني أكتر من نصف الجامعة مستواجين عرف والله دي حاجة بعد شوية بنحصلها والله العظيم بالطريقة دي واجي نسلنط suddenly الحين في الجامعات ده الله يسترساق. الله يشدوا حي لكم بس. الناس الماسكين فيه ربنا قوي يشدوا حي لكم والله. شدوا حي لكم قيس. قيس فالكلام ده يا جماعة والله عيب. عيب والله يصل بين الانحطاط لانه تلقى لك ولد وبيت متلصقين في بعض. ولو جيت نهيتم عن كده يقول لك يا مولانا ما ات الشدد. ما ات الشدد. الشدد في شنو يا ناس? يا اخي ربنا نهاك. اول حاجة امرك تقود من بصرك. قال تعالى وقل المؤمنين اشنو? يقضوا من ابصارهم. ويحفظوا فروجهم. وقال للبزات اشنو? وقل للمؤمنات يقضضنا من ابصارهن واشنو? ويحفظنا فروجهن. القد البصر ده كيف يا ناس? وروني. ده طبعا الترابي طل عليهم فتوى. الترابي ده اكبر مجرم. اه? دخل على والله العظيم. افسد ما افسد. قال الترابي عشان يبيع عشان يبيح للناس الاختلاط ولملم كيزان? قال لا بس. بين الاخ والاخت ان يجلسها مع بعضهم البعض. طبعا بتحفل السفة كده ويعمل لك يدينه. تقول قايله مفكر ما عنده اي حاجة. ماكشفه لك ان شاء الله. قال لا بس بين الاخ والاخت ان يقعد مع احدهما مع الاخر. وان يحاكيها عن نفسي وتحاكيه عن نفسها. يا زان. اهو تاني. قال ولا بس اذا تلاقت الانفاس تمام واحتر الكلام او زي ما قال. ولكن ان وجدا شيئا يعني لو حسوا باشي فليفتريقا بالله. وده لو تلموا تاني يتفرقوا متا. قابقا الرايف اكريوه. فتريقا? قالي فتريقا. الله انا لو لقي زي دي لا بفتريقا لا حيا. بعملها حاجات ما كويسة. فهمت الحاصل? فده ما ممكن احجمها عشان ما تخمونا سي. برضو يبع الشوية الفتوى لما ما نفعت طلع واحدي تاني. طلع ترابي زول يعني زي ما بقوله احد الاخوة زول برماي جدا متقلب الامزجة حياة جديدة. قام قال بعد شوية? لا بس ان ياخذ الاخ اخته من يدها. ولكن فليكن بينهما مسافة ما تقارب المتر. بالله يعني انا تاني لو دار امشي لقلي واحدة اجيب لي متر اها? قيساكا. وراح نمشي ولا كيف الكلام ده? دي فتاة ترابي. از الضالة المجرم. تمام? فيا جماعة الكلام ده ما بصح. وما بجوز. والله العظيم حاجة تضحيك ذاتك. يا اخي تلقي اتنين ما كسرين في بعض. شابك لك انا لما شفتك الشمس خدرت وعيوني حمرت. يا واد حمرت شون عليك الله عسى صاحب. واحد وانا ويتتي ومن حقنا نفرح نطير زي الفراح فوق السمد جينا ساقعة خمنا في حيات لامنا. يا زول ده شنو ده? والله العظيم ده ده يجل وكلام فهاضي. وللأسف الشهيدة كلها المخرجات بتاعت هزي المناهج الضالة. كلها. للأسف الشديدة الناس لما نعرضت عن الدين وعرضت عن القرآن بيقى في فرق. الشاب ما عنده شهوة. وعنده قوة. ولازم يؤديها في غيره. عشان كده الناس نصرفت عن الدين وبيقت مشغولة بالبلاوة دي. وانا الكلام والله يطول. وعندنا لكم كلام كتير. ان شاء الله المنابر مستمرة بإذن الله. بإذن الله تبارك وتعالى. والحيات دي كلها مصور. اي زول ان شاء الله عايز بعدين تطلع على في اليوتيوب في غيره. تخش في صحة مزمي الفقيري تو. تطلع على ان شاء الله كلام مفصل اكتر. محاضرات في كل الجامعات. منابر دعوية. الحمد الله القصد كله الدعوة. والمنبر ده حقكم يا شباب. اي انسان عندك استفسار. عندك سؤال. عندك مداخلة. دار تعترض على كلامنا. تنتقد. حبابك. جبنا لك مكرفوان وكاميرا. فيه زرافة اكتري من كده. ما في زول بيعمل لك كده. طوالة تتفضل. خجلان اكتبه في ورقة رسل ان شاء الله معنا المشايخ. بيرد ولكن ان شاء الله على تساولاتك. اي زول في اي وقت دار يداخل او يناقش. معطرد. لو دار تعترض معنا في الله. زي ما يقوله الشيوعيين. انهم ما محترفين بالله وما عارفين. وما محترفين بالرسالات. حبابك. تعال طوالي ناقش لك في اي موضوع. تمام? وان شاء الله هنا يعني قبل ما افتح الفرصة المتحدث من بعده. لو في اي مداخلة الزول ممكن يداخل. وإلا يزا ما في نفتح ان شاء الله الفرصة للأخونا مازين. يتابع من قطع من حديث هذا صلى الله وسلم. وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام. طيب الحمد لله رب العالمين. وصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى آله وصحبه.